تبنى سمو الشيخ حمدان بن زايد ألنهيان ومثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية الرئيس الأعلى لهيئة الهلال الأحمر حالة الطفل الفلسطيني صهيب راشلط الذي فقد غالبية أفراد عائلته أثناء الأحداث الأخيرة بقطاع غزة ونجد طفل صهيب عقب أحد الغارات التي سهدفت منزل عائلته ونجم عن الحادث مقتل كل أفراد العائلة إلا والدته التي تعاني هي الأخرى من غيبوبة وهو يعاني حاليا من إصابات متعددة إضافة إلى دخوله في غيبوبة جاء ذلك أثناء تفقد سعادة الدكتور محمد عتيج الفلاحي ألمين العام لهيئة الهلال الأحمر لعدد من المستشفيات والمراكز الطبية بغزة وعقب افتتاحه للمستشفى الميداني للهلال الأحمر الذي يضم خمسين سريرا وغرفتي عمليات جراحية وغرفة عناية مكثفة وسيارتي إسعاف وطاقما طبيا مكونا من واحد وخمسين طبيبا وممرضا في تخصصات مختلفة أهمها الجراحة العامة وجراحة العظام ترجمة نانسي قنقر